خلال إجازة العيد عملت قطاعات عدة على مدار الساعة كسائر أيام العمل معظم العاملين في مرافق الصحة والمطاعم والبلديات أمضوا أيام العيد ولياليه في تقديم الخدمة للمجتمع ووسط استمرار دوام الكوادر الطبية طوال أيام العيد استقبل مستشفى الأمير رحمة في إربط قرابة 1500 مريضة كما كان لعمال الوطن دور بارز في الحفاظ على النظافة خلال العيد بعد رفعهم لمئات الأطنان من النفايات من شوارع المدن وفي قطاع المطاعم استدعى ازدحامها في العيد دوام عمالها ساعات أطول لزيادة الطلب نحن دوامين في فترة العيد لا نستطيع أن نعطل لأنه موسمنا بالأعياد وقعدين من دوام من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 6 المساء بالنسبة لي يعني وإذا ما اشتغلنا ما في مصدر رزق ثاني صباح يوم العيد كانت أربد الحمد لله رب العالمين أربد غير أربد أجمل بجهود وتكاثف جميع جهود دوائر بلدية أربد الكبرى من قسم الحركة مديرية الشؤون الصحية الأسواق دائرة البيئة الحمد لله رب العالمين الوضع كانت الأمور تمام حتى اللحظة هاي يعني في نسبة غيابات كثيرة بتعرف العامل الوطن الأردني في عنده مناسبات في عنده أهل في عنده بيت يعني واجبات كثيرة رغم هيك كانت الأمور مسيطرة عليها والوضع تمام نحن كأطباء ما في عندنا عطلة يعني بالنهاية مهنتنا هي مهنة إنسانية وصحيحنا بعيدين عن أهلنا لكن نحن نكون فرحين داخليا نحن نقدم الخدمة ونعالج أطفالنا وفلذات كبدنا راجعنا في قسم الإسعاف حوالي 1500 حالة خلال أيام العيد وتم التعاون مع جميع حالات حرفية ومهنية عالية وتم إدخال ما يقارب 60 حالي إلى قسم الأطفال لتلقي العلاج والمراقبة